السلام عليكم معكم طيب سعداني صانع محتوى عقاري ونساعد الوكالة العقارية والوسطى العقاريين في زيادة المبيعات وصفقات العقارية من خلال خطط التسويق العقاري إذن الفيديو داع اليوم هو مهم لكل من يريد إضافة هذا النشاط كاتب عموية ومؤسس أعمال السكريتارية إلى مكتب الوكالة العقارية لأنه نعرف أنه نشاط مع كاتب عموية ومؤسس أعمال السكريتارية يمكن إضافته كنشاط إضافي في نفس السجل التجاري للوكال العقاري ولا الوسطى العقارية الفيديو داع اليوم هو فيديو من دورات الكاتب العمومي إذن رح نعرفه في هذا الفيديو هو الفرق بين الكاتب العمومي ومؤسس أعمال السكريتارية والاستشارة الإدارية إذن مؤسس أعمال السكريتار والاستشارة الإدارية هو رمز النشاط الخاص بها هو ستين تسعين صفر واحد هذا النشاط لا يتطلب اي اعتماد وكذلك يعني باي ولا يتطلب اي شاهدة لانه وصلتني اسئلة كثيرة لانه مشافوا اعلانات تعدوارات الكاتب العمومي وبشاهدة معتمدة اذا نعطيكم هذا المعلومة انه تلك الشاهدات ليس لها اي علاقة بالحصول على اعتماد لا كاتب عمومي هنا ولا استعمال السكريتارية في الاستشارة الادارية لانه المنشور الوزاري الخاص هنا بالكاتب العمومي من خلال هذا المنشور فالكاتب العمومي فهو يتطلب فقط في المنشور الوزاري هنا تلك الف وتسعمائة والسبعين وواد وسبعين يتطلب فقط شهادة سي او بي يعني من الف وتسعمائة وواد وسبعين يعني السي او بي يعني اي شهادة من دراسية حالية تدفعها رح يعطيك الاعتماد من الولاية يعني تلك الديبلومات والشهادات اللي راح تترويج لها مختلف الاكاديميات ليس لها اي علاقة بالمهنة يعني ممكن انها تطور لك تساعدك في اتقان بعض المهارات يعني انك انت لما تدير دورة راح تستفاد اكيد اذا هذاك مقدم الدورة يعني راح متمكن وعنده خبرة راح يعطيك تقنيات يعطيك حيل يعطيك معلومات مهمة في تساعدك في النشاط يعني حتختصر على نفسك جهد عدة سنوات في تسير مكتبك ولا في كذلك التسويق وكذلك في طريقة وتقديم الخدمات يعني هذه كنقطة لكن من ناحية اذا راح تفاقت على جال الشهادة فتقدر بجهادة منتراسية اللي عندك احنا اذا ردت كاتب عمو ورح نعرف الفرق الجوهري بين الكاتب عمو واستعمال السكريتارية اما اذا تريد تقديم الخدمات فنفس الخدمات اللي قدمها الكاتب العمومي ومؤسسة اعمال السكريتارية اذا راح نرجع احنا مؤسسة اعمال السكريتارية نشوفوا شنو هي الخدمات اللي يقدمها اذا رمز الناشاط يعني راح تروح سجل تجاري اه تقول لهم هذا هو رمز الناشاط يعطيو كان استمارة يعني راح تكتبها هات جميع المعلومات لانه راح نشوف هنا الانجيطة المقننة تضرب اللون اخضر يعني هنا لا سليها اي لون اخضر فهذا استمارة فقط وفي نهارك تقدر تبدأ تخدم هذا الناشاط لما نضغطوا هنا على التفاصيل راح نشوف المضمون وهو تتحمل فقط الصفحة فالمضمون هو كل اعمال السكريتارية واستنساخ كل الوثائق الغير الرسمية كل اعمال السكريتارية واستنساخ كل الوثائق كذلك الرسمية كل اعمال الترجمة غير الاعمال التي ينجزها المترجمون الرسميون تحضير وتنفيذ الارسالات البريدية المساعدة للادارات العمومية والخاصة المساعدة للمصالح الاجنبية. هنا وش نقطة المساعدة لدى الادارات العمومية? اذا كان مثلا ادارة عمومية مثلا كا اه البلدية او اي ادارة اخرى طلبت مثلا استشارة اه تقوم بخدمة مثلا استنساخ او اه خدمات اه ترجمة غير رسمية او خدمة مثلا ارسالات باردية او خدمات اه نصية فهنا تقدر اه يعني تشارك. كذلك الخاصة مثلا المحامين يعني في التسويق نعرف انه كان التسويق ولا يعني مع المواطنين العاديين الخاص وكذلك وهو مع مع المؤسسات اه والشركات يعني الشركات الخاصة وهي مثل المحامين ولا مكاتب التوثيق ولا اي مكاتب او شركات اخرى تقدر كذلك تمارس معها هذا النشاط وكذلك عندنا في النشاط الاضافية نكملو نشاطات الاضافية راح نشوف اه اهم النشاطات وهي استنساخ وصحب الوثائق والهنا المراجع القانونية. اذا هذا هي اعمال السكرتريا والاستشارة الادارية والهنا كذلك اه نشاط الكاتب العمومي راح نشوفه هنا وش راح يدومونديو في تكوين الملف. اذا الملف هو اه طلب خطي الى مدير تنظيم والشؤون العامة للولايات اه اثنين صور شمسية شهادة مدراسية لطالب الرخصة وكشف يعني اي شهادة مدراسية عندك مثل سنة التاسعة اساسي يعني او الاربع متوسط تقدر تدفعها كذلك كشف ضريبي صافي وعقد ايجار المحل اه عفوا المحل المراد استغلاله يعني وسجيل مؤشر ومنضع عليه من طرف مصالح الولاية يعني هنا سجيل سجيل عادي وتقوم بتأشيره لدى مكتب الولاية لدى مصالح الولاية يعني هنا هذا هو الملف ومكان ايداع الملف يكون عبر اه طروح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية او خلال الموقع الالكتروني هنا تقدر كذلك تقوم بتسكاني الوثائق وترفعهم في على حسابك هنا وراح كذلك اه يجاوبك على الحصول على الاعتماد يعني هنا تقدر كذلك فقط توجه الى الولاية الى مكتب التنظيم افوا الى مكتب اه التنظيم والشؤون العامة بالولاية لك مزيد من التفاصيل يعني وهو اعتماد سهل وسهل اه جدا اذا نحن نتكلموا على الخدمات اللي يقدمها كل من الكاتب العمومي ومؤسس اعمال السكريتارية وكذلك ما هو الفرق اه بين هذه النشاطين اولا الخدمات عدنا الخدمات اه الرقمية وكذلك الخدمات آآ الادارية هذا الفيديو الفيديو يعني اللا بصفة عامة وراح ندي لكم فيديو خاص لأهم الخدمات ليقدمها الكاتب العمومي ومؤسسة السكريتارية مع ذكر الاسعار يعني في عندنا من ناحية هذا الفيديو من ناحية الخدمات لا يوجد اي فرق حاليا يوجد اي فرق كذلك اه الفرق الجوهري اللي راني نشوفه بين الكاتب العمومي واستعمال السكريترية هو مكان العمل. يعني كاتب العمومي يقدر آآ يدير مكتب في اي مكان عمومي مثلا في المقهى يعني في قهوة يدير كما نشوفه بكري الالة الراقينة ولا اي مكان عمومي ولا مثلا في مكتب البارد انه فقط يدير طالب خطيه مع ارفاق آآ نسخة الكاتب الاعدماد الكاتب العمومي يعني البطاقة نتاعه يقدر كذلك يدير مكتب في آآ يعني في بوست ولا في مثلا زوارات مثل الضمان اجتماعي ولا ما حطت نقل مسافرين يقدر كذلك يعمل مكتب في اي امام صندوق التقاعد ولا في داخل اه صندوق التقاعد يعني الكاتب اللي هم عنده الحق انه يدير طلب باش يدير مكتب يعني يدير طلب واذا وفق له مدير تلك المؤسسة انه يقدر يدير مكتب ولا يدير نشاط عنده في اه المحل متاعه عادي وكذلك هذي تستوجب انه الحصول يعني بعدما يحصل على البطاقة لازم كذلك يدير تسجيل في السجيل التجاري اه يعني يدير فالأما مؤسسة اعمال السكرتارية واستشارة الادارية فالنشاط يكون داخل المكتب الخاص به فالنشاطات اللي قدموها تقريبا هي نفسها راح نمديلكم الفيديو على اهم النشاطات لكن اكتبكم الفرق وفي مكان العمل واذا انتم ما شفتم بلك اي فروقات اخرى اكتبها في تعليق وفي الفيديو اه انوالي ان شاء الله